رسميا دخل متحور أميكرون لبنان يرافق ارتفاع مستمر بإصابة كورونا وعيد الانتباه من الفيروس أولوية عند اللبنانيين عامة والقطاع السيحي خاصة اللي فرضت عليه قيود كتيرة كأجبارية التطعيم لجميع العمالين فيه هذا الموضوع نحن كنا فيه مع لجنة كورونا يعني النقابة كانت من جزء من الاجتماعات اللي عملت بالوزاة ومع لجنة كورونا وكانوا طبعا موافقين عليها 100% لأنه هذا موضوع ما بينمزح فيه يعني هذا فيه مسؤوليات فيه حياة إنسان بعدين وضعنا نحن الابتصادي والاجتماعي والاستشفائي بالبلد مكتب يطمن فنحن مجبورين أنه نمشي بموضوع مثل هذا معظم موظفين القطاع السياحي طعموا على قليل طعمان هلأ اليوم فيه ناس بكون عندهم أسباب من الموظفين ما بيطعموا أو بيخافوا أو صحتهم ما بتسمح وتفر يعني كان السبب هو موجود المفروض هالموظف يعمل طعمان يعمل 2 PCA بالأسبوع هيك مطلوب أنه يعمل 2 PCA بالأسبوع اللي هي شغلة وعلى حسابه الخاص اللي هي شغلة كوست كتير عالي بالنسبة للموظف تحديد القطاع السياحي لا تتوقف عند مواجهة الجائحة فمثل كورونا يستمر الدولار برحلة التصعودية ما يؤثر بطبيعة الحال على الأسعار ومنذ عام حذر سعادي عبر هنا لبنان من وصول سعر طبق البورجر إلى الميت ألف ليرة وهذا ما حصل بالفعل حاولنا السنة الماضية نحكي مع ويزات السياحة بالنسبة للمطاعم بتتعامل بنفس التعامل مع الفنادي يعني تاخد بالدولار هلا بتقول لي لي مثلا بالدولار حرام الزبين يدفعوا لا نحنا ما عم نقول نحنا عم نقول يتحدد السعر بالدولار لأنه اليوم انت عم تقولي وأنا عم قول كلما زادت كلما نزلت الليها اللبناني وزادت سعر الأبضاعك لما نحنا عم طرعين نفع أسعارنا يعني ما حدا ما في مطعم حي يجي بيع البرجر بثمانين ألف هي بتكلفوا مئة وعشين ألف فمن ثمانية ألف بدوا ينطل المئة وعشين مثلا للكوز طبعه لا يبيعه فبهل حالة هايدي نحنا مع من لحة تغيير أسعار ولا الزبون عم يتأقلم يعني الزبون عم يفوت عم يتطلع أنه اليوم حقه مية بيجي بعد أسبوعين ثلاثة بلاقيه بمئة وعشين بعد شهر بلاقيه بمئة وخمسين كمان الزبون عم يتفاجأ أنه هالأسعار كيف عم تزيد هي فعلية ما عم تزيد إذا كنا يعني كان اختراح لقلنا السنة الماضية أنه حطوا لنا السعر بالدولار بالدولار بيدفع باللبناني بس على الليل يزبون بيعف أنه هايدي كان حقه دولار بعدها حقه دولار يشكل القطاع السيحي نموذج حي لما تعاني البلاد من تدهور عدد المؤسسات السيحية المستمرة في العمل انخفض إلى حويل الـ 3000 مؤسسة فمن يقوي العيال لتؤمن لقمة عيشة من القطاع إذا نهار بالكامل شكرا